السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى توضيح أهم قواعد النطق للحالات الخاصة في اللغة الفرنسية وهذا الفيديو جد مهم بالنسبة للمبتدئين حيث سيمكنهم لاحقا من نطق الكلمات والجمل بشكل صحيح وبسهولة تامة أهم قواعد نطق الحالات الخاصة في اللغة الفرنسية أولا عندما يتبع حرف A بE فإنه ينتق A سوف أقدم لكم مثال على ذلك ليتضح لكم الأمر مثال تانيا عندما يتبع الحرف C بA أو O أو U فإنه ينتق مثل حرف الكاف كا exemple لكان لكان القصبة كما كيف 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 Igen ata إلاحظة الفيديو قد بالحرف C المอยه think يقول هل piggy كيف عندما يتبع الحرف C بالحرف H فإنه يلفظه مثل حرف الشين fren إلا هناك حالة سيدنا إلا كهاته الكلمات كما رأينا أن في هذه الأمطلة قرأت بحرف K وليس حرف 20 وتبقى حالات سيدنا إياه خامساً عندما يتبع حرفي CC بحرف I أو E فإنه ينتقى مثل حرف X أكسيدان حادثاً أكسيلراشن تسارع سيدساً حينما تضاف إلى حرف E كل من العلامات ثلاثاً E avec accent grave E avec accent aigu E avec accent circonflexe وavec chapeau فإنه ينتقى مثل A A إكسامبل مار مار أم بارياد بارياد فترة فت فت عيد سابعاً عندما يتبع حرف E بالحرف R فإنه ينتقى مثل A A سأعطي أكسامبل مانجي مانجي يأكل تاغميني تاغميني انتهى ثامناً عندما يتبع E بالحرف E فإنه يلفظ مثل الألف الممدودة A A إكسامبل بيج بيج اللون الأسمر تاثعاً عندما يتبع حرف E بحرف U فإنه يلفظ كما هو ولكن بقليل من المد أ أ سأعطي أكسامبل ليتصدح لكم الأمر نوف نوف جديد بغ بغ زبدة عاشراً عندما يتبع حرف E بحرف T ويكون في آخر الكلمة فإنه يلفظ A A أكسامبل نافي 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 لفت مي 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 تبق 11 يلفظ مثل كلمة أشين ش أكسامبل شامبوان شامبو شامبو في الجيم أكسامبل جينيكولوج جينيكولوج طبيب نسائي جيستيون 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 إدارة جيلي جيلي صدرية 14 عندما يتبع الحرف G بالحرف A أو U أو O فإنه يلفظ G سوف نرى أمثلة على ذلك لغوش لغوش اليسار لغاغ لغاغ الحرب لغاغ لغاغ الحلق 15 عندما يتبع الحرف G بالحرف N فإنه لا ينطق ولكن ننطق حرف N على شكل ني في بعض الحالات سأعطي أمثلة على ذلك ليتضيح لكم الأمر جيدا لكومباني لكومباني الصحبة الشركة أو المجموعة سينيالي سينيالي يشير كما ترون نطقت E بين N و A رغم أنها لا توجد لكومباني لكومباني البادية أو القرية في هذه الأمثلة لم تنطق G بل نطقت N وهناك حروف لا توجد في اللغة الفرنسية أصلا لكن نحن العرب نستعملها في الفرنسية مثل كأش و جأش بالنسبة لكأش ينطق مثل حرف الخاء و يستعمل غالبا في أسماء العلم مثل خديجة خليد خنيفرة إلى آخره أما بالنسبة لجأش فهو كذلك يستعمل غالبا في أسماء العلم مثل غزلان غدير غزة إلى آخره وهكذا نصل إلى نهاية الدرس أشكركم على تتبعكم و إلى اللقاء في درس آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر